اشتركوا في القناة لأن الوقوف هنا يعتبر رغلاً أساسياً من أركان الحاج وبذلك فغصلوا صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً هذا بما أنه ونظراً لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وقفتها هنا وعرف كلها موقف ورفعوا عن بطن عرنة لذلك فإن الكثير من الحجاجة الشادين قد ظلوا بداخل خيامهم الواقعة ضمن أرض الجبل بالتوجه إلى المولى عز وجل نشكر ربنا لكي كل الحجاج لا يوجد أحد مال ولا يوجد أحد يوجد الأرض ثم ثانياً هذا يوم يوم عظيم يوم ربنا هو ذات وينزل في سماع الدنيا لكي يشعر أن الإنسان هو خلق لكي يعبد لكي هذا يوم عظيم ونشكر ربنا ونسأل الآفية لبلنة ونسأل الصيحة لبلنة ونسأل الأمن لبلنة هذا وعقب غروب الشمس فإن جميع الحجاج قد توجهوا إلى مشار مزدلفة حيث صلوا فيه المغرب والإشاء قصراً كما باتوا فيه ليلة واحدة فإلى ذلك وبعد إن صلوا فيه صلاة الفجر قد انصرفوا إلى رمي الجمرات بحيث قاموا برمي جمرة العقبة القبرى في اليوم الأول من أيام العيد على أن يكون رمي الجمرة الوسطى والصغرى فيما بعد وقد عبر بعض الحجاج التشاديين عن انطباعاتهم حول حج هذا العام إخواني الحجاج والحاجات يسأل الله أن يقبلنا وأن يتقبلنا في مثل هذا اليوم العظيم المبارك الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرف أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرف وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله هذا هو لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير ومن بعد صلاة الظهر والأصر الجمع والقصر المسلمين يكونوا ملتفين بهذا الدعاء وهذا اليوم وقف نبينا وعظيمنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم في بيزة هذا اليوم وسأل الله عز وجل من بعد الزوال إلى غروب الشمس سأل الله المغفرة والرهم والهداية برغم أنه نبي عفر الله ولو ما تقدم من دم وما تأخر ويعلمنا علينا نسأل الله المغفرة والرهم والهداية والإذك من النار نسأل خير الدنيا للآخرة للمسلمين العامة وللمسلمين الكادين خاصة وحتى لغير المسلمين ربنا يا هديم ويبقهم لكل خير وبلادنا الله يعطيها بالخير الخريفة الكويس والزراعة الكويسة والثروة الحائلة الكويسة عندما عتينا إلى هذه الأرض إلى هذه الأراضي المقدسة أول شيء بدأنا بأسرنا ثم إلى أهلنا ثم إلى بلادنا شاد يعني رفعنا أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى تضرعنا إلى الله سبحانه وتعالى بكينا له بكون شاد بلادنا الحبيبة تصعد وتنحد مثل البلاد الأخرى وأيضا لا أنسى يعني جهود الهكومة الشادية التي بزلت في الحين الأخيرة وصاعلين الله جل وعلا العني القدير رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولكل من هضر في هذا المكان ولأمة الإسلامية كافة ولبلدنا قاسة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا النعمة ويرزقنا العافية والسلامة لبلدنا ويجيشمل كل شيء أول كل شيء يشمل قلوب أبناء تشاع ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا سالمين وغالمين اشتركوا في القناة